السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة وصفة النهاردة ان شاء الله هتبقى الفراخ المشوية هعملها بتدبيلة حلوة جدا هتعجبكم وهشويها في الفرن هوركوا طريقة الشاوي ازاي دلوقتي بقى معايا الفراخ انا معايا فرخة غسلها كويس ومصفيها كده زي ما انتم شايفين وطبعا اعتها بملح وخل ولمون وغسلتها كويس جدا هعمل بقى التدبيلة معايا طماطماية وبصلاية وورقتين لورة وفصين طوم علشان اه اجهز التدبيلة بتاعت الفراخ بتاعتي ومعايا البهارات بقى هنا معايا لمونة وده كاري معلقة كاري كبيرة وده كامون وفلفل اسود وسبع بهارات وملح طبعا نتكتر من الكاري الكاري خلو جدا في الفراخة المشوية وبيتضطعم حلو جدا ومعايا معجون سلسة اه وخل ابيض هاخد منه معلقة كبيرة وعسل برضو عسل ابيض اللي هو عسل نحل هاخد منه برضو معلقة كبيرة هجيب بقى دلوقتي الكابة بتاعتي علشان اضرب فيها التدبيلة دي كلها اه حط الطماطم والبصل وفصين الطوم اه والورق اللورة ولو مش عندك كابة ممكن تضرب تضربين في الخلاط يعني هنعمهم عشان هنعمهم جدا حط بقى دلوقتين سلسة كده واحط برضو البهرات بتاعتي بقى دي كلها برضو وحوالي معلقة آآ خل كبيرة الخل بيسهل عملية السوا وحلو جدا آآ واحط حوالي معلقة عسل برضو كبيرة يعني معلقة عسل كبيرة العسل حلو جدا آآ بيدي نكهة حلوة كده وطعم حلو في الشاول لو ما عندكيش عسل ممكن تحطي معلقة سكر وهعصر بقى اللمونة بتاعتي كده على التدبيلة برضو وهضرب بقى هضربهم بقى في الكابة كويس وهم حاجة تخليهم تخلي التدباب بتاعتك تكون نعمة هضرب بقى دلوقتي المكونات في الكابة وخليها نعمة جدا كده خلصت التدبيلة بتاعتي ضربتها كويس في الكابة وبقيت نعمة خلص كده زي ما انتم شايفين آآ لو عايزة تصفيها صفيها عادي ما فيش مشكلة آآ هبدأ بقى دلوقتي احطها على الفراخ وهقلبها كويس طبعا انا نسيت اقول لكم انا عاملة فتحات في الفراخ يعني بسكينة كده ونفتحها علشان التدبيلة تدخل فيها كويس وهتدبل كده كل مكان في الفرخة بتاعتي وتحت الجلد برضو آآ طبعا عايزة تسيبها بقى ساعتين اقل حاجة ساعتين في التدبيلة دي حلوة جدا في الفراخ المشوية بجد لو جربتوها هتعجبكم بإذن الله هاجي بقى دلوقتي بعد الفراخ ما اتتبلت حوالي ساعة او ساعتين آآ معايا الصانية بتاعت الفرن كده وهافرش عليها ورق اللي هو الورق الفويل او الورق الالمونيو علشان هحط عليه الشبكة بتاعت الفرن علشان اي حاجة بقى تنزل من الفراخ فما تنزلش في الصانية تنزل على الورق دي كده زي ما انتو شايفين هتجب بقى الشبكة بتاعتي شايفين الشبكة هحطها كده هرس بقى عليها الفراخ آآ وهدخلها بقى الفرن هدخلها بقى الفرن هتكون مسخنها الفرن قبلها آآ وتدخلها بقى على الفرن وكل فترة تقلي بيها من ناحية يعني تقلي بيها على الجنب التاني علشان تتحمر من كل جنب هتاخد حوالي ساعة معاك في الفرن او ساعة وربع كده كده بقى الفراخ بعد ما طلعت من الفرن مشاء الله آآ متحمرة زي ما انتو شايفين كده ومستوية جدا والطعم بقى مش هقولكم التدبيلة دي حلوة جدا في الفراخ المشوية اتمنى تجربها وتعجبكم ان شاء الله آآ متنسوناش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركو لنا في القناة واتفعلونا زر الجرس علشان اي فيديو انا نزله يوصل لكم اشعار بي ممكن بقى تعملي جنبها مكرونة او او رز بسماتي اي حاجة بقى تحب تكلها معاها جميل جدا اتمنى بقى الفيديو يعجبكم والطريقة تعجبكم وتجربوها آآ متنسوش تقول لي رأيكم في الكومونتات اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة